قطاع السياحة ليس عادلاً مع الجميع في مجال وكالات السفر الأوروبية وكالة توماس كوك البريطانية أفصحت عن انخفاض في معطياتها للصيف المنقضي توازم مع تراجع سهمها في سوق الأوراق المالية بينما عدلت توي الألمانية للسياحة والسفر الرائدة في العالم من توقعاتها التصعودية للأرباح السنوية مضيفة أن الطلب لقضاء عطلة الشتاء لا يزال قوياً توقعات توي تتحدث عن زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 11% مقارنة بعشر في الماء قبل شهرين توماس كوك من جانبها تتوقع مستويات من الأرباح السنوية متماشية مع الخط العام للسوق